ترجمة نانسي قنقر وتبادل الخبرات والمعارف من أجل تطوير وتمكين المتاحف وعرض تجاربها المتقدمة رسائل جسدت عمق العلاقات المتبادلة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة خاصة في المجالات الثقافية والاجتماعية عبر البازار البحريني العماني الذي أقيم في سلطنة عمان عكس تبادلا ثقافيا وتاريخيا عريقا فكرة هذا البازار تزامنا وتوطيدا للعلاقات العمانية البحرينية وتقوية روابط وأطر التفاعل والعلاقات بين البلدين الشقيقين هذا البازار يتخلى له الكثير والكثير من الفعاليات يتخلى له 33 مشارك عماني وبحريني والحمد لله هناك إقبال كبير على هذا البازار المعرض الذي أقامته سفارة مملكة البحرين بمسقط بالتعاون مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية تنوعت بين أركانه المشغولات الحرفية ومسلزمات رجالية ونسائية كالأزياء العمانية والأزياء البحرينية والعطريات والدخون معظمها من الصناعات التقليدية التي يتميز بها البلدان وحمل المعرض بعدا ثقافيا واقتصاديا حيث أكد المشاركون والزوار في المعرض على أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات والمناشط التي تعرف بالثقافات المتنوعة التي تسخر بها كلا البلدين توثيقا وتأصيلا لروح المحبة والتقارب بين الشعبين الشقيقين مشاركين بالمنتقات العمانية بالفخاريات والمشغولات الحرفية نعرف الزوار المشاركين من مملكة البحرين ومن سلطانة عمان بالأعمال الحرفية العمانية شكرا على المشاركة الأكثر من رائعة ونتمنى فعاليات أكثر وأكثر التي توطد هذه البلدين وما تتخيلون كثير ووايد ووايد سعدتنا هذه التجربة ونتمنى إن شاء الله تكثر وقلبين مع بعض شعبين مع بعض وحول المعرض عديدا من المعرضات ذات التقليد الأصيل الذي تميز به البلدان الشقيقان على أمل أن يؤسس جسرا من التعاون بفتح آفاق من التعاون لتحقيق العمل المتبادل والمشترك بين رواد الأعمال والتجار العمانيين والبحرينيين إقامة مثل هذه الفعاليات المتبادلة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين يؤكد ويوثق ويؤصل عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين ويبرز الدور الثقافي والتاريخي محمد بن عمير الهنائي محافظة مسقط